السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم من عرضه على مرض التهاب الحوض اللي بيسبب العقم والحمل خارج الرحم. مرض التهاب الحوض ومعروف باسم دي اي دي دي حالة مرضية نسائية بتؤثر على نسبة كبيرة جدا من المراهقات. مرض التهاب الحوض هو عبارة عن صعود كائنات حية دقيقة ممكن انها بتسبب العقم او الحملة خارج الرحم. طيب ايه هي تأثيرات مرض التهاب الحوض والكائنات الدقيقة دي بتعمل ايه هنشرح لكم. الالتصاقات الالتهابية المزمنة المعقمة هي تفاعلات شائعة وبتؤثر على وظائف قناة فلو. وده بيؤدي الى العقم وارتفاع مخاطر الحملة خارج الرحم. ليه? بسبب فشل قناة فلوب في دفع الجنيم مرة اخرى للرحم لمكانه الامن اللي هو المفروض يبقى فيه. حوالي خمسة وعشرين في المائة من النساء مصابة بالبي اي دي. اه مع عرضها الام في الحوض مزمنة. اه الام اسفل البطن التهابات بولية متكررة. فيه قليل جدا بتظهر عليهم اعراض حدا بتسبب الزهب فورا للطبيب. طيب وتشخيص مرض التهاب الحوض عن طريق منظر البطن. اه الحوض اه مزرعة بول. طب علاجه بيتم علاج كلا الشريكين. اه فيه بياخدوا مضادات حيوية لمدة تلات شهور. والهدف الرئيسي من العلاج هو منع العقم او الحمل خارج الرحل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.